أحبائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج سيداتي أنيساتي بيقولوا يلي ما عنده تاريخ ما عنده حاضر وبيقولوا كمان تاريخ بعيد نفسه وكمان بيقولوا التاريخ هو جسر عبور إلى المستقبل شو أصدنا بهذا الموضوع؟ أصدنا أنه لإمرأة في التاريخ يمكن إليها علاقة كبيرة بالإمرأة في الحاضر والإمرأة في المستقبل مشان هيك انتظرونا بعض لحظات للناقش إمرأة في التاريخ مع ضعيفنا أحبائي المشاهدين مثل ما قالنا من شوي اليوم موضوعنا المرأة في التاريخ ومعنا بالستوديو الأستاذ فريد خوري حتى أستاذ محاضر في العلوم الإنسانية والثقافية بجامعة الشر الأوسط وعندك اختصاص بعلم الأثار وراح فيك مرة تانية واليوم رح نستفيد من معلوماتك لنتعرف أكتر على دور الإمرأة العربية يمكن أو الإمرأة بالحضارات المحيطة فينا عبر التاريخ أو عبر العصور وبالتاريخ شو كان دورة؟ هاللعب الدور مهم؟ وشو اللي خليها تكتسب هالمكانة؟ عبر التاريخ كان دور المرأة ريادة عبر الحضارات لكل حضارة كانت تلعب فيها المرأة دور أساسي نظرة الشعوب الأديمة إلى المرأة نظرتها للأرض نظرتها للأمومة نظرتها للخصوبة نظرتها للحياة فصنعوا منها كآلهة آلهة الحياة لقوا فيها الأنوث والحب صنعوا منها إلهة الحب إذا بنسترجع بالتاريخ بعض الملاحم والأساطير دخلت فيها المرأة كدور كلاعب أساسي من فجل الحضارات إذا نرجع لبلاد الرافدين من أول رواية كتبت في التاريخ ذكرت فيها دور المرأة في حضارة وتحضير الإنسان عم بحكي هون عن ملحمة قلقامش ودور المرأة فيها في تمدن هذه الشخصية إذا بننا ناخد فكرة عن ملحمة قلقامش قلقامش كان ملك من بلاد الرافدين وكان متشبس ومستبد بشعبه لدرجة أنه صرخوا إلى الآلهة وقرروا آلهة يقدبوه بطريقة أنه بعثوا شخص مناقض له مساوية له ولكن شخص بري وربي بالبرية أحبوا أنه يمدنوا يتمدن ويكون زميل لقلقامش وهو بذاته يقدب قلقامش عليه كان يمرق ضمن اختبار واللي بده يعمل هالاختبار معه هي كانت إحدى كاهنات المعبد معبد اشتار آلهة الحم باختبار معين ما رأيت فيه ومعه هي كانت المساهم الأكبر بيتمدنه وتمدن هذه الشخصية من إنسان بربري أو شخصية بربرية إلى شخصية إنسانية هوني كمان بالفتل النظر لدور بلاد الرافدين لعبته بحضارة بلاد الرافدين المرأة وأخذوا من المرأة ما يعرف بالعربي البغاء المقدس يمكن هوني دغري شوي نستغرب من هالفكرة فكرة المرأة كبغاء مقدس ضمن المعبد معبد الحب ليش هالدور هيدا؟ لأنه شايفوا بالطبيعة الأرض بحاجة إلى تناسل بحاجة إلى خصوبة فلعبت المرأة هذا الدور بتجسيد الألعاب هيدا ضمن الحضارة وتطورت المرأة دورة من ربة المعبد كاهنة إلى أنه حكمت نشوف بحضارة الأشوريين كانت ملكة من أهم الملكات طبعا بهالحضارة كان دور المرأة شوي مش ريادة ولكن كانت تقدر تستجيب للتحديات وتأثر يمكن على المجتمع طبعا هلأ رح نجرب ناخد وقتنا تضيق وهالموضوع الواسع رح نجرب ناخد أمثال من نساء يمكن لعبوا هالأدوار من عدة حضارات إذا بتحب منبلش بحضارات يعني منعدد كم حضارة إذا بتحب ومنقول أمثال من النساء لأكيد يمكن في كتير كتير نتاء نساء مش عم نعطيهم حقهم بس المكتوبين بالتري خلع عم نحكي أكثر إذا بنا ناخد حضارة الموازية لحضارة بلاد الرافضان الحضارة المصرية بالحضارة المصرية لعبت المرأة دور فعال جدا وكانت الحضارة المصرية من الحضارات الفريدة اللي أعطت المرأة دور تقريبا موازي للرجل حتى أخذ الدور الفرعوني كانت منشوف حتشة بسوت لعبت دور أخذ الدور الفرعون بعد وفاة زوجة وكانت الوصية على العرش وحتى طبعا لأنه هذا مركز يجوز للفرعون الإله الزكر فقط كانت تلبس الدعن المستعارة والمقدسة وتلبس بشكل فرعون ولكن تحكم كفرعونة منشوف المرأة دائما مع زوجة بالتمثيل الفرعونية وبوضعية حميمة جدا موازي لجوزة طبعا مش مية بالمية لأنه في المركز هو الحاكم ولكن منشوف النساء بعهد الفراعنة بشكل مترابط ومتلازم إلى زوجة منشوف تمثيل واقفة عابطة زوجة أو قادة تهتم بزوجة ببعض المخلفات من عصر أو عهد تتعان خامون منشوف العلاقة الحميمة اللي كانت تربط زوجته فيه بأحد مشهب على عرش تتعان خامون منشوف الزوجة قادة وعم بتدهن زوجة بالقطايب يعني يمكن هيدا مثل أنه حتى بالتمثيل الفراعنية وبالصور بالرسوم كمان دخلت الامرأة حتى يتخلت دورة مثل ما حضرتك عامت جانبت إذا بدنا نروح للحضارة السومرية ما هو إذا حكينا عنا حكينا بعض الشيء لأنه هي قريبة من وقت الراخدين بعد السومريين كمان إجا من فترة حمرابي هوني بحب ألفط النظر لهالفترة هذه حمرابي أول مشرع أو من أوائل المشرعين عبر التاريخ من أصل 282 آنون تشريعي أو بند تشريعي منلاقي خصص حوالي 100 أو 92 بند إلى بيتكلم عن حقوق المرأة أحسن من هلأ إذا بتحبي مثلا هاك نذكر بند من هالبنود أنه كانت الزوجة بهذه الفترة تملك المال كانت بتقوم بالأمور التجارية كانت تهتم بالبيت كان إلى حقوق زوجية كاملة تهتم بحقوقها الزوجية أحد البنود بيقول ليس للزوج أن يطلق زوجته المريضة بل عليه أن يعيلها طالما هي على قيد الحياة ولكن له أن يتزوج بمرأة أخرى يعني اهتم حتى بوضعية المرأة إذا كانت بشكل غير قادري عم نحكي عن 92 بند حوالي 100 بند عم يحكي فيها عن حقوق المرأة لحالة يعني أوقات من قول يعني كانوا بالتاريخ كما عندهم حضارة ما عندهم تطور وهلأ نحن هلأ مثل ما عم تقرأ لنا يمكن نحن عم يتراجع مش بيتراجع بخصوص حقوق المرأة بعدة منات يعني اهتمام بالمرأة حقوق المرأة حقق بالتجارة حقق أنه تكون متساوية حقق بالطلاع هي كمان عندها حق الطلاع بس كمان عندها دور تكون متساوية للحاكم يعني نحن بنعتقد أنه الحكم السلطة السياسة كانت المرأة ما تلعب دور أبداً فيهم خلينا نحكي شوية عن الحضارة الغربية اليونانية والرومانية اليونان كمان مجتمع ذكوري مع أنه كانت بداياتهم مجتمع أنثوي ولكن تعرضوا إلى المشرقيين تخمين بفترة من فترات وتأثروا بالمجتمع الذكوري كانوا الرجال هن المسيطرين على الحكم ولكن فيما يختص بدور المرأة اهتموا بتربية وتثقيف المرأة والدور الأساسي اللي خلووا لي أو اللي أدمو لي هي تربية الأجيال ولكن لم يمنع هالشيء من تثقيف ذاتها والمشاركة بالأمور الثقافية والعلمية ونظل منسمع بسيدات بالمجتمع اليوناني الغريقي اللي كانت تساهم بالنقشات السياسية والثقافية والأدبية والفلسفية وعلى رأس لصاحبة الفيلم الشهير ذا أجورا هيباشيا يلي كانت بالفترة الرومانية ولكن بالإسكندرية بمدينة الإسكندرية كانت عالمة كانت فيزيائية كانت عالمة الحساب كانت أسرونمر بالفلك وعلم الفلك وكانت بالفلسفة كان عندهم شعار اليونان صفه من أهم كاتبة شعر غنائي اليوناء الرومان كذلك اهتموا أكثر بدور المرأة وصار في عنده حقوق أكثر وحقوقهم شوي كانت غريبة بالعلاقة الزوجية ودور المرأة في العيلة عنده الرومان خاصة الأباطرة ولكن شجعوا المرأة أن تلعب دور سياسي منلاقي بعض الكتابات التي كتبتها النسوة بهذاك العصر في تختص القوانين والسياسي حلو كتير حلو كتير دخلت عالم السياسي من بابه يعني نحن نشكرك كتير بعد ما خلصنا أبدا نشكك كتير على المعلومات القيمة والتشجيع إذا بنسمع من ألوف لسنين أو من حضارات قديمة كتير ديكن دور المرأة كبير وديكن عم تتشجع ليكون دورة كبيرة يمكن منتشجع أكتر هلأ لنعم دورة أكبر وأحلى رح نرجع أحباء المشاهدين بعد استراحة كتير قصيرة لنكمل ونعرف عن دورة الإمرأة أحباء المشاهدين نرجع مع الأستاذ فريد خوري وحلقة المرأة في التاريخ وحتى ما أخذ من وقتك بشغف ناطرة تخبرني عن تاريخ الإمرأة الفينيقية بما أنه نحن هلأ عم طعمين من لبنان عن إذا لعبت الإمرأة بالحضارة الفينيقية دور ريادة يعني مثل ما المثل بيقول أخت الرجال أها بيستذكر بعض الأبيات من الشيء الكبير جورش شكور وبصيدونا علمت عشتريم فاتح الفرسي أنها لا تهان أحرقت نفسها وراحت تنادي في بلادي لا كان فرد جبانه الله أحرقت نفسها تتنقذ مدينة صور نستذكر أليسة أو أليسار ملكة صور الملك اللي يجرب خيا يستولي على العرش من بعد ما مات بيا فأمنت طريقة بحكمتها أنه أخذت كنز زوجة اللي كان خالة بذات الوقت والكاهل الأعلى بالمعبد هربتهم وهربت مع جماعة موالية إلى راحت على أبرص من هونيك استجلبت زوجات للشباب اللي معها وراحوا إلى شمال أفريقيا هونيك بأسسوا مدينة والطريقة اللي أسست فيها بتفرجين الحكمة الفينئية عند الست الفينئية والأميرة الفينئية عندما طلبت شقفة أرض لذي يستقروا فيها لكانوا يتابعوا رحلتهم من الملك أول شي رفض قلت له بس بدي شقفة أرض تتسع لجلد طور استخف فيها شو بدت تعمل فيها جلد طور وافق عليها بتقوم بتقص جلد طور بطريقة ماتماتية يعني علمية حسابية بشكل أنه رفيعة جدا وتشكل نوع من الخيط الرفيعة ومدت جلد الطور الواحد حول شقفة الأرض على البحر وأنشأت مدينة قرطاج الشهيرة حالة حالة كتير نستذكر طبعا إيزابل صحيح كانت جلبت عبادة البعل بس هذا كان إيمانا إلى مملكة إسرائيل الشمالية ولكن من شوف صلبتها بالحكم ومدى تأثيرها وقت النبي إليا انتأم لكانت البعض سبعمائة كاهن بعل انتأم منه على الجبل شوفوا قدية كانت مشعبة بنت أطاليا حكمت بمملكة يهو ذا في الجنوب كان إلى دور ريادي ودور استلمة الحكم دور الحكمة دور الشجاعة الفادي المخلص لشعبه كحضارة فينئية كمان سمحوا للمرأة شجعوا المرأة تأخذ كل حقوق عادة اليوم نحن نشوفها طبيعية نستذكر أوروبا على اسمها اليوم أسست أو اسمها أعطي للقارة أوروبا وبسببها أعطي الحرف إلى اليونان والحضارة الغربية كلها حرب الحرف الفينيقي صح بالفعل كتير كتير مهم نعرف هيدول التفاصيل صراحة يمكن كمان الأسامة يعني بحب أن الجمهور يريد نتذكر الأسامة كمان أوقات نتذكر القصة بدون القسم يعني شخصيات كتير مهم شخصيات حقيقية خلينا نقول مش خرافيا أو أسطورة هيدول الشخصيات عاشت وحكمت والنتائج تصرفاتها يمكن بعدنا منشوفها هي اليوم النظرية أنه تبقى أحداث تاريخية بتصير ملحمة بعدين بتصير تدخل في الأساطير والملائم طبعا يعني بيكون في مننا شيء بالحقيقة لننتقل لك نذكر البعض أنه كانت المرأة العربية محبطة متصلت عليها طبعا كان في بعض عن بعض القبائل عادات غير مستحبة مثل وقت النساء والفتيات ولكن كان على دور أساسي بالحروب المرأة هي الي كانت تشجع الرجال في الحروب وكانت تنشد الأناشيد الحماسية ومنعرف حروب كتير غير مجراها وجود النساء فيها وأهم معركة اليرموك دور المرأة إذا بدنا ناخد مثل المرأة الأساسية زنوبيا ملكة الزباء الكل يعرف عنها وكيف تحدد السلطة الأمراضية الرومانية صح ملكة تدمر يلي مدت سلطتها إلى مصر وإلى شرق البحر المتوسط وماتت بأنفوان صحيح سجنت اقتيدت ولكن اقتيدت بسلاسل من ذهب ولم تخضع إلى الرومان شو عندك تخبرنا عن المرأة الشرقية أو البدوية أو الإمرأة في عصر الجاهلية في العصر الجاهلي حكينا شوي عن دورة بنحكي عن دورة الأدبة بنستذكر كمان ما بين ما بعد الجاهلي العصر كنا صرنا بالعصر الإسلامي كمان بهالفترة الانتقالية الخنساء ورثاء على أخويها وخاصة صخر يلي اشتهد ما في كتابة رثاء تضاهي رثاء الخنساء إلى أخويها يعني منرجع من نشوف كمان أنه كان في عندها دور بالفن بالموسيقى بالرأس محضرتك قبل قلت أنه كمان بالعلم بالعلم الفلك وعلم يعني لابت أدوار المرأة عبر التاريخ أدوار متعددة وهون بركز مهما كان دور المجتمع كان دور الفرد إلى المرأة هو يطغى إذا كانت طموحة اشتغلت على حالة ما كان شي يوقف بوجة كانت تتحدى التاريخ تتحدى الكل إن كان اضطهاد وإن كان ضغوط مجتمعية وكان أمور أخرى يعني أنا بدي أفهم من هيدا الشي أنا وياك إنه هي المرأة بحد ذاتها بعكس ما المجتمع بفكر إنه الضعيف وإذا بحالة الشدة إنه خبل النساء مثلا لأنه الرجل لازم يتصرف بهيدا الموقف الصعب مثل ما حدثك عم تعطينا هالأمثال من العصور والتاريخ وجميع الحضارات حتى ما نقول إنه كان فيه امرأة واحدة بهالتاريخ صحيح أو بالصعوبات بتوقف وعندها هالعنفوان يعني بنعرف كتير عن سيدات حكمنا وما قبلوا يموتوا مثل ما حدثك لوحدة حرقت حالة وحدة يسممت حالة حتى ما حدا يسيطر عليها أو يكسر له عنفوانا بإخير الحالة ما كان يوقف بوجه رادع إذا كان فيه عندها طموح وسائل بالنفس وعندها مادة تحكي فيها وتشتغل فيها طبعا يعني هالثقافي يعني من وين كيف تل الأمرأة بالعصر الجاهلي أو بالجاهلية كيف تقدر تكتب هالآد أو عندها يعني قراءات بمجال طبعا بتجيع من الأحل يعني أكيد بده يكون بيا من شجعة طعا خية من شجعة من أو عم أو حدا قريب جدا إلى يلي شجعة وصقلة موهبتها طبعا يعني يعني نحنا هيدا اللي بنقوله بنقول أنه كمان لتلعب الأمرأة دورها لازم يكون في عندها رجل أو عائلة متفهمة أنه فيه دور كبير للأمرأة بمجتمعنا وبحضراتنا منذ أولو في السنين لحتى يمكن نحفظ هالأهل اللي عندهم صبية أو فتاة أنه إذا بتلعب دورها لازم يكون عندها الثقافة وهالعلم صح؟ لأنه غير هيك ما لعبت الدور الكبير بالحضرات بتحب نعمل هيك مثل جردة صغيرة عن أشهد نساء العالم أشهد النساء في التاريخ الأدوار المهمة اللي لعبتها هالأسامة مهمة ويمكن بساعدوهم أنا بعرف أنه أوقات الفتاة تسأل مين مثلك الأعلى مثلا مين مثلك الأعلى بالجمال مين مثلك الأعلى بالزكاة مين مثلك الأعلى سه بمسابقة ملكات الجمال أو شي والبنة بتحتار هلأ اليوم راح نعطيها أسامة بتختار منهم بسهولة عبر عبر التاريخ عبر التاريخ إذا بدنا نراجع الشخصيات شخصيات عالمية عبر التاريخ مين كان أجمل أو اشتهرت بالجمال أشهر واحد اشتهرت بالجمال جمال نفرتيتي مثلا لليوم تمثال نفرتيتي من أجمل التماثيل بالعالم نفرتاري كمان كانت من أجمل النساء عند الفرعون المصري كليو باترا كانت حالة كليو باترا هنا في خلادة لعدينا صح كليو باترا كليو باترا كانت حسب الدراسات الحديثة بقولوا ما كانت عندها جمال ولكن كان عندها أنوطي واغراء أه ما عندنا أنوطي واغراء بهالليست فينا نقول لك أنا ملكة الأنوطي والأغراء كانت كليو باترا كليو باترا اشتهرت بهالأمور من اشتهرت بالذكاء والفتنة فاسبيجيا يلي كانت جارية عند اليونان وخليلة سقراط وبعدين تزوجها بيريكليس المكان الزكي ويستلز بمحادثاتها أوكي من كانت مشهورة في القيادة والحكم لسا مثلا نحكينا عنها اللي صار ملكة قرطاج زنوبية حتش بسود أستير نرجع نقصة أستير طبعاً إلا في الأنوسة كليو باترا في الأمومة في الأمومة أم المؤمنين مريم العذراء عند الأخواننا المسلمين عائشة سأشتهروا في الإنسانية في الإنسانية منحكي 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 كعلوم إنسانية بانيلوبي إذا مناخد ضمن الأساطير اليونانية أنا أدر دورها كتير كدور المرأة المحافزة على بيتها لأميني على وصية زوجها و عندها ذكاء ودهاء وحنكة في العلم في العلم هباشيا هباشيا حكينا أنا قبل كانت مهمة فيما اختص بالنصريات الفلكية والدراسات الحسابية وبالأخير بالأدب بالأدب الخنساء في عنا الأدب و خلينا نجملهم الفن والموسيقى بنحكي فريدا كاهلو كفناني أرتميسا جينتيلسكي ننتقل يومنا الحاضر سفيرتنا للنجوم فيروز آه آه مزبوط بالموسيقى صح صح فسفدي دي بدأ أشكرك على هالحلقة الكتير يعني أنا ثقفتني وأكيد المشاهدين استمتعوا مثلي بكل هالمعلومات القيمة من التاريخ أحباء المشاهدين مثل ما قلنا قبل التاريخ يمكن عوقات كتير مننسى ومنفكره وصص خرافية قديمة ياريتم نتذكر ومستذكر هالأدوار الكبيرة اللعبتها النساء بالتاريخ ومتعلم منها نلعب أدوار كبيرة كبيرة بالحاضر وبالمستقبل انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج سيداتي أنا ساتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر